تعالوا بقى نروح لواحد من أبناء النادي الأهلي وأحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمد صراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي شارك ممثلا عن النادي الأهلي في لجنة التحكيم ومصابقة ريادة الأعمال الرياضية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اللي اختتمت طبعا فعلياتها بحضور الدكتور شريف العريان مسؤول الرياضة بالجامعة والعديد من خبراء التصويق الإدارة والرياضة في مصر كما حضر اليوم الختام للمصابقة أمير توفيق القائم بعمل المدير التنفيذ الشركة الكرة بالنادي الأهلي وأكد المهندس محمد صراج الدين خلال كلمته التي ألقاها في اليوم الختام للمصابقة أن مشاركة الأهلي تأتي في إطار قناعات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بأهمية التعليم ودوره المؤثر في تطوير الرياضة ومتابعة كافة المشروعات التي تم تنفذها بالأفكار الجديدة لا سيامة طبعا الأفكار الإبداعية اللي قدمها طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال مصابقة ريالة الأعمال الرياضية طبعا الجزء بتاع التعليم والشراكة بين النادي الأهلي والجامعة الأمريكية والمسؤول عنه طبعا المهندس محمد صراج الدكتور محمد صراج كمان يعني اللي دايما بيبقى ليه تواجد ممثل عن النادي الأهلي في أحداث كتير جدا سواء جوة مصر أو برا مصر فبنشيل بدوره وطبعا دبلومة الفيفا والدبلومات الإدارة الرياضية وكل كلام ده شيء مهم دلوقتي